رمضان الشهر الوحيد الذي يستمتع فيه المشاهد اليمني بأعمال درامية محلية وكغيرها من السنوات السابقة تبدو ساحة الفنية المحلية هذا العام زاخرة بالاستعدادات والتحضيرات للعديد من الأعمال التلفزيونية هنا في وادي الذهب بتريم حضر موت يلتقي مجموعة من الممثلين والعاملين في مجال إنتاج أحد المسلسلات الدرامية والذي يحمل اسم الجمرة التي بدأت بالاجتعال منذ أسابيع مسلسل الجمرة هو مسلسل بدوي يمني يحكي عن حقبة تاريخية لحضر موت نعرف أن الموروث البدوي الحضرمي غزير جدا لا يقل غزارة عن موروث الغناء الحضرمي وللأسف الشديد أقول هذا أول عمل بدوي حضرمي بهذه الضخامة مسلسل الجمرة الذي يستوحي تفاصيله من البيئة القديمة أو كما تعرف بالبدوية تنتجه قناة حضر موت الفضائية إذ يحاكي التراث الحضرمي وتفاصيل الحياة القديمة قبل عشرات السنين كالأرض والإنسان اليمني الأصيل كما يستعرض أهم الأعراف والتقاليد الحضرمية يشرفني أني أكون في هذا العمل الضخم الكبير إنتاجيا وطاقم فني وممثلين شخصيتي هي بطولة باسم القرنفل بنت أحد مقادمة قبيلة يعني يسمى عرب الشناطيب بنت مقدم طايرة سلوم طبعا المسلسل تقربة جديدة بالنسبة لي يعد هذا العمل من أكبر المسلسلات اليمنية من حيث عدد الممثلين المشاركين فيه من مختلف المحافظات وكلفة الإنتاج أيضا لذلك يواصل هنا فريق الإنتاج العمل بطريقة مضاعفة لي بدع بالقوافي لحف الشعر خبرة دوري في مسلسل الجمرة شخصية مشعل الحطاب دور شخصية مركبة دور صعب شوي هو أصعب دور العب في حياتي في الدراما على الرغم من الأوضاع التي تعيشها البلاد في حالة الحرب وترد الوضع الاقتصادي إلا أن الدراما اليمنية تشهد انتعاشا ملحوظا ولو في موسمها السنوي في شهر رمضان الدراما اليمنية مواهب وأبداع وتألق وهي غالبا ما تناقش معاناة الناس وتهتم بالقضايا الاجتماعية والثقافية والتاريخية والتي تعرض خلال شهر رمضان المبارك حدد مساعد قناة بلغيس حضر موت موسيقى